نظمت الإدارة العامة للمرور صباح اليوم محاضرة تثقفية لمنتسب الإدارة المعني بتفعيل نظام النقاط الشديد وشملت المحاضرة شرحا مفصلا لألية النظام وكيفية احتساب النقاط عن طريق المخالفات المرورية والذي يتمثل في تحديد عدد معين من النقاط لكل مخالفة مرورية ترتكب من قبل قائد المركبة بحيث يتناسب عدد النقاط مع خطورة المخالفة وأوضح بوغيس خلال المحاضرة أنه عندما يصل مجموع النقاط التي يحصل عليها المخالف إلى عشرين نقطة خلال سنة ميلادية يتم اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار حيال المخالف وهي أن يتم سحب رخصة القيادة من المخالف لمدة ثلاثة أشهر وتضاعف المدة مع كل مرة يصل فيها إلى النقاط العشرين والتي تتجدد بعد انقضاء المدد الأولى حيث تسحب الرخصة بشكل نهائي إذا تكرر الأمر للمرة الرابعة من ناحية الأهمية طبعاً احنا في القانون السابق ما راعة اللي هو السائق اللي يقوم بمخالفات أو يرتكب مخالفات متكررة بالضبط متكررة في هذا القانون بالعكس بيكون في رادع حق السائق اللي يقوم بارتكاب أكثر من مخالفة أو يقوم بتكرار المخالفة الهدف من المحاضرة التي أقامت بالإدارة العامة للمرور هو التعريف تعريف رجال المرور بكيفية العمل بهذا النظام ونظام تطبيقه من حيث المكان وشموليته جميع رخص القيادة الصادرة من مملكة البحرين وكيفية احتساب النقاط وتشمل المحاضرة جميع منتسبي الإدارة العامة للمرور العاملين على هذا النظام ترجمة نانسي قنقر